أنهت البرصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات للمتعاملين الأجانب وتراجع رأس المال السوقي لأسم الشركات بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر EGX30 بما نسبته 58% من 100% ليغلق عند مستوى 10.419 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بما نسبته 29% من 100% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 42% من 100% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و 66 قرش للشراء و 15 جنيه و 75 قرش للبيع أما بالنسبة لليورو فقد سجل 17 جنيه و 15 قرش للشراء و 17 جنيه و 26 قرش للبيع وذلك في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه و 42 قرش للشراء و 20 جنيه و 55 قرش للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإمراطي ما قيمة 4 جنيه و 26 قرش للشراء و 4 جنيه و 29 قرش للبيع في حين وصلت قيمة الريال السعودي إلى 4 جنيه و 17 قرش للشراء و 4 جنيه و 20 قرش للبيع ترجمة نانسي قنقر